السلام عليكم أتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير و ألقاكم هذا الفيديو في أحسن الإحوال اليوم سوف نستعوى هذه الأحوال لا تخطي فيها الخوخ كتجمس لا تفشفشا طبعا معي الفيديو حتى الأخير باش نشوفوا واش غادي تستق معنا أول حاجة نأخذ المول لذيال الزج وكان هنا بشوي لذيال الزيت وكان أخذ لذيال قياس المول نيت هنا عندي جوج ديال الخوخات كان نرقضهم في شوية ديال الخل باش يتنقاوهم بزيان تحيد من هدوك البكتيري وكان احتفظ بهم جانبا بعد ندوز المكوينة أول حاجة نأخذ هنا واحد البول هنا اخذت غير هاد الكاثرون ماشي مشكيل المهم كان اخذوا ثلاثة ديال البيطات وكان طربهم بزيان نضيف معهم حتصة ديال الفاني نضيف سبعة ديال الملقات كبار ديال سكاسانيضا كما تقدروا عندكم الاختيار انكم تضيفوا الكيميا أو تنقصوا منها سوف نلقصوا نادي هنا من بعد ما تربطهم بزيان في هاد الفوي كان طيب هاد الساشية ديال الفاني نايا قاعدين اخذوا واحد الليوكورت بناكها ديال الفاني اولي زيال اللي هنا ويمليح اللي يمتو بفرينتكم كان طربوه طواهما زيان مهلا ويساعدين ويساعدين سوف نستعني تباب الزيت تقريبا نفس القياس سوف نأخذ صفايا سوف نضيفها سبعات المعال كبار دقيق دقيق الحلويات تكون من النوعية لممتازة سوف نغرب لهم جيدا لكي لا تكون تكاتلات في الخالط سوف نحاول نضمجه جيدا سوف نستعمل هنا ونضرب جيدا للمكونات كاملين وكانت تحصل على هذا القيوة كما تشاهدون معي في الفيديو سوف نضيف جيدا لكي يكون الخالط خفيفة سوف نقطع جيدا سوف نقطع تغيير جيد سوف نقطع تغيير جيد سوف نقطع شرائح سخار رقاق سوف نضيفهم في أسفل سوف نضيف الفيديو وهم سوف نرى الفيديو سوف نسيت هنا اخذت شرائح ديال الخوخ و قديتهم في المول و اضفت بهم جانبان اخذت هنا واحد المقايلة درس فيها شوية ديال الساندة و خدت حرقة ديال شوية دكارا ميليزا شوية عفوا المهم صفي هنا يضفتو على داك الخوخ و اخاك كانت الكيميا شوية قليلة ولكن معلش صفي من بعد اخذ داك الخاليط و غاد نديرو فوق ديال المول و طبعا هنا ينسيت ما اذكرش تكجوش خمارات من قياس ديال 8 كرام يعني 16 كرام ديال الخميرة الحمرة ديال الحلويات صفي كانت دمج المقاوينة مزيان و كانت ضيرهم في المول صفي حتى كانت تحصل على قوام اللي هو كما كتشوفوا معي في الفيديو لا شكالاته ما يكونش جاري بزاف و في مفس الوقت ما يكونش عاقب صفي هنا غاد نديرها في الفران لمدة عشرين دقيقة درجة حرارة مرتفعة كان شغلولها من التحت تكت طيب من التحت و مبعد كان نخليوها الفوق تحمر صفي مبعد غاد نقلبو المول و غاد نزولو داك البابي كويسا و طبعا انا متأكدا من الينفلمي ان نوادي تعجبكم النتيجة النهائية و السير ديال لكي يخليها تكون مفشفشة و انه كان دير واحد السير و يعني كان اخذ هنا ينسكر سنيدة و كان دوبو شوية ديال ممعة شوية ديال الحمب حالا قلتي كان ديرو السقوة و كان نسقو بها مزيان افوك نخرجها من الفران كنديرو لا تكسقوه باش لكي يخليها توليه شيشا افوك نقضمها بها تشكل هادة صراحة تجي راوعة و المتقديلها لا يقاوم بسحور راحات الفيديو الجاي ان شاء الله